في عرض مياه البحار ما يميط لثام عن خفايا استمرار حرب الحوثيين والمخلوع وتمدد ميليشياتهم تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف عن ضبط سفينة تحمل أسلحة إيرانية الصنع قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها للحوثيين الصحيفة نقلت عن البحرية الإسرائيلية قولها إنها صدرت سفينة تحمل مجموعة من الأسلحة المضادة للدروع وتتطابق مع تلك القنابل الصاروخية التي تم تهريبها إلى العراق خلال فترة الاحتلال ليست المرة الأولى التي تضبط سلطات الإسرائيلية أسلحة إيرانية مهربة إلى اليمن لكنها المرة الثانية بعد ضبط زوارق محملة بالأسلحة في فبراير من العام الماضي لا يحضر في الواجهة الدموية لليمن أكثر من السلاح وفي عرض البحر هذا تحتشد حرب إيرانية موازية على الجغرافية اليمنية المثقلة بالمتاعب والمثخنة بالجراح شحنات كبيرة من الأسلحة ضبطتها القوات الدولية العاملة في بحر العرب وخليج عدن مصدرها إيران ولا يعلم عن عدد الشحنات الأخرى التي تتمكن من التوصل إلى السواحل اليمنية ورغم بيانات إدانة عمليات التهريب والحضر البحري الذي تفرضه قوات التحالف على السواحل اليمنية لم تتوقف شحنات الأسلحة عن التدفق إلى الداخل ولن تتوقف طهران عن إلقاء المزيد من البارود في تنور الأزمة اليمنية ذلك ما كشفه تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق بانجيمون عن قيام إيران بخرق الحضر على السلاح وإرساله إلى ميليشي الحثي في اليمن وحزب الله في لبنان يقول خبراء أمريكيون أن إيران بدأت بتغيير عمليات التهريب وخطها فمن التهريب المباشر إلى اليمن بدأت عمليات تهريب أخرى تتمثل بنقل السلاح إلى الصومال ومن ثم نقله عبر سفن صغيرة إلى اليمن لتجنب ملاحقة السفن الدولية التي تتابع حركة النقل في البحر هذه المعطيات وفضلا عن كشفها دور الموانئ الصومالية وشبكات التهريب فإنها ورغم النفي الإيراني المتكرر تثبت تحدي طهران للحضر الدولي وتوغلها في شحن ماكنة الحرب والقتل اليومي في اليمن اشتركوا في القناة